أولى سنوي فرصة جديدة وحلم جديد وهنعديها بالتأكيد وهنعديها بالتأكيد أولى سنوي أهلا بكم أعزائي طلوب وطالبيات الصف الأول الثانوي مع حلقة جديدة من حلقات مادة اللغة العربية على قناتكم المفضلة قناة مدرستنا 3 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة يا شباب هنكون مع بعض حلقة مهمة جدا بتتكلم عن آخر فرع من فروع علم البيان ألا وهو المجاز المرسل نركز كده مع بعض وإحنا عندنا طريقة كده بسيطة نقدر نفهم هذا الدرس ولكن في البداية يا شباب كما تعودنا كل حلقة بنعرف في البداية نواتج التعلم المستهدفة هنتعرف على مفهوم المجاز المرسل دايما يا شباب بقول التعريف مهم جدا التعريف هو المفتاح الأول لفهم القعدة يبقى أنا بعرف من خلال التعريف لأنه بقدر أقسم التعريف بتاعي وأبدأ أستنتج منه كل حاجة خاصة بالقعدة بعد كده بنفرق بين المجاز والألوان البيانية الأخرى وإحنا عندنا التشبيه والاستعارة والكنية ونستنتج علاقات المجاز المرسل طيب يلا بنا مع بعض نعرف المجاز المرسل في البداية الأول يا شباب بيقولي لاحظ الصورة التالية ثم عبر عنها بيشاهد من عندك طبعا وجدت أن الولد أو الشاب يضع إصبع اليد داخل الأذن فعلى طول هتبادر إلى ذهنك ويجعلون أصابعهم في آذانهم لاحظ كلمة أصابعهم هل هو وضع الإصبع كاملا هتقولي بالطبع لا لا يستطيع إنسان أصلا يضع الإصبع يعني الكلمة دا مش المقصودة يعني في كلمة تاني مقصودة أنا أطلقت كلمة وأقصد كلمة أخر طيب كلمة أقصد كلمة أخرى هو عندي المجاز التعريف عندي بقول الكلمة استعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقة غير المشابه يعني ما فيش عند مشابه المشابه دي بجدها فين بجدها في الاستعارة بجدها في التشبيه لأن أصلا لو وجدت علاقة مشابهة هيكون المجاز دا استعارة يبقى أول حاجة كلمة بقول المجاز مرسل لأنه كلمة يعني في لفظ يبقى أول حاجة بحدد كلمة هدى أقسم التعريف هو كلمة في غير معناها مع قرينة مانع يعني في كلمة القرينة سأقول لفظية أو معنوية قرينة يعني في كلمة بتمنع عندي المعنى لإيه الحقيقي طيب هي القرينة دي موجودة في انت سمعتها قبل كده سمعتها في درس الكناية قلنا مع جواز إرادة المعنى الحقيقي هنفرق بين الكناية والمجاز من خلال التعريف ده طيب طيب قلنا ليه في موجود علاقة غير المشابهة لأنه لو كان في علاقة مشابهة كنت تقول لي دا استعارة مع قرينة ايه مانعة يعني مش حارف هرجع تاني للمعنى الحقيقي طيب قلنا مجاز مرسل لأنه في له علاقات متعددة وقلنا كلمة واحدة اي مجاز مرسل مفرد احنا بنتكلم عنه والعلاقات بتاعته منها تسع علاقات ونبدأ نتكلم عنها علاقات المجاز المرسل خليك بقى معايا كده يا شباب خليكم معنا بنتكلم عن العلاقات موجود عندك في كتاب المدرسة الأربع علاقات علاقة الجزئية العلاقة الكلية السببية المسببية تمام؟ ده موضوعنا النهار ده فيه اعتبار ما يكان ان شاء الله في الحصة القادمة واعتبار ما سيكون والمحلية والحلية فيه الحلية وفيه المجاورة وفيه الآلية او الزمنية فيه علاقات كتير جدا لكن احنا هندرس دول ان شاء الله طيب اول حاجة هنفرق بين الجزئية وايه؟ والكلية الدرس سهل وبسيط هعمل معك كده هنعمل مع بعض حركة بسيطة رسمة بسيطة نقدر نفهم من خلالها الدرس طيب اول ما بيجي لي شاهد وبيضع احنا قولنا لفظ يعني كلمة ركز معي واحدة واحدة اول حاجة احنا قولنا كلمة اول ما بيجي لي شاهد هعمل الجدول ده معاك ذكر يعني اطلق ذكر او اطلق كلمة كذا يعني ذكر الها ذكرها الها وهو ارد كذا المعنى ده مش المعنى المقصود بس لاحظ السهم بتاعي مشي مع مين مشي مع الكلمة التي اطلقها يعني انا العلاقة من خلال الكلمة الاولى دي تمام؟ يبقى اول حاجة ركز في الاسف يبقى ها مشي مع الايه؟ مع السهم ده طيب الشاهد اللي عند القرآني فتحرير رقبة مؤمنة تحرير رقبة يعني انا بقوم بتحرير رقبة هل التحرير بالنسبة انا باعتقد اقصد الرقبة يعني انا وانسان عندي حصله عملية دياء او قلنا ايحكم علي بالاعدام فالبقىare انا حللت رائبته من على حبل المشنأ هو انا شلت رائبته من على حبل المشنأ ووفي لفعل شلت رائبته على حبل المشنأ ولكن هو ليقصد رقبته وقال لنا أقصد أننا جسد كله هتقول لي دا يقصد الجسد كله لأن طبعا هو يعني هيخد الرقبة ويسيب بيتي الجسد مثلا طبعا لا هتقول لي دا المعنى كده هيكون معنى إيه غير سليم مش دا المقصود فطبعا النسبة بقى للرقبة بالنسبة للجسد الرقبة بالنسبة للجسد دا جزء من كل يبقى أنا هبدو أنظر لإيه العلاقة هنا دا جزء منين من كل ففي اللحظة دي هقول إيه ذكر كلمة رقبة ذكر كلمة إيه شباب رقبة هو الرقبة ولكن المقصود اللي هو عايز يقوله لي أنه هو حرر إيه شباب هتقول لي حرر الجسد كله فعلى طول أصد الإنسان فالرقبة بالنسبة للجسد أو بالنسبة للإنسان هتقول لي دا علاقة إيه جزئية يبقى أنا بفهم العلاقة من خلال الربط ما بين الكلمة والكلمة اللي هي المقصودة أو أراد كذا يبقى دا اسم علاقة إيه جزئية لأن دا جزء من كل خلاص ما قدرش أقول دا سبب يعني تعليل ونتيجة ما قدرش أقول هو قصده مكان وقصده الناس اللي عادة في المكان لا أستطيع أن أقول ذلك ولا أستطيع أن أقول هو قصده الآلة المستخدمة لا دا هو قصده الرقبة بالنسبة للجسد هتقول لي حاجة من جزء طيب المثال الثاني بنيا لأن ضمت جفوني بمائها سألت بالدمعها يعني جفوني هي اللي بتسيل يعني الجفن هو اللي بينزل الدموع هتقول لي لأ دا الجفن لو إحنا رسمناها الجفن جزء من العين العين عندي الحدق بتاعة العين والبؤبؤ وعندي أجزاء العين معروفة لكن هو جاب لي كلمة ركز بقى القرينة ما احنا لازم نفهم يعني ايه كلمة القرينة بقى القرينة الكلمة اللي جابها لي اللي تمنع أن أنا أرجع للمعنى الأصل ممنوع أن أنا عارف أرجع فأقولك سالت الدموع ضمت دموع بمائها جفوني يبقى تسالت الجفن لا يتسيل منه الدموع تسال منين؟ تسال من العين يبقى تطلب على طولها يقول لي ذكر الجفون وأراد العيون طيب الجفن بالنسبة للعيون أو للعين هتقولي دي جزء من كل يبقى أنا هقول لي علاقة ايه؟ لأن في بعض الطلبة بتخطئ في الحتة دي بهمة جدا أنا بمشي مع السهم ده السهم ده عزيز الطالب هو اللي بيحركني أنا بأنظر بس بعمل الجدول دي عشان أشوف العلاقة بنمدي يعني الكلمة التي أطلقت وبالنسبة للكلمة المرادة وبعد كده أنظر إلى العلاقة هتقولي دي علاقة ايه؟ جزئية يعني ايه علاقة جزئية؟ يعني جزء من كل طيب أنا عندي كده شاهد شعري شاهد قرآن نرجع بقى للسؤال بتاعنا الأول يجعلون أصابعهم في آذانهم الإصبع هل يستطيع إنسان يجعل فيه الآذان؟ هل يستطيع الإصبع أن يدخل كله جوه جوه الأذن؟ الإنسان لا يستطيع أن يفعل ذلك طيب ما أنت تقصدين؟ الأنملة فيه عندي جلد وسلاميات وعظام وأنملة أنامل طيب هو ذكر إيه بقى؟ ذكر الإصبع الأصابع هو قصد الإصبع كله طيب هو هل يقصد الإصبع كله؟ يعني ده كل؟ هتقول لي لا ده يقصد الأنامل أو السلميات أو الأطراف طيب طيب الإصبع بالنسبة للأنملة عندك كذا فقرأه هتقول لي ده جزء وده الكل يعني الإصبع ده الكل فخلاص هتقولي العلاقة بقى هنا إيه؟ هنزل مع مين؟ مع الكلمة المذكورة هتقول لي لا ده العلاقة هنا العلاقة الكليه لأن الإصبع بالنسبة للأنامل ده كل وده إيه؟ جزء تمام يقول العباس بن الأحلف شعب معنا من العصر إيه؟ العباسي فإن يكو حالة الناس بيني وبينكم حالة منع الناس بيني بيكلم المحبوبته فإن الهوى والودة غيره غيره مشوبي فإن يكو حالة الناس هي الناس كلها هتمنع يعني ذكر كل الناس شوف المقول إيه؟ كل الناس هتمنع العلاقة اللي بينه وبين محبوبته يعني كل الناس مشتركة في ذلك يعني شوف حالة الناس كلمة هي؟ الكلمة عندي هي؟ اللي أنا برجع لها اللي هتديني غيء مانعة للمعمل قصد مش ممكن هتقول ليه مش ممكن كل الناس وما أنت تقصد مين؟ تقصد ناس بعيدها يبقى هو أطلق الناس الكل الناس وأرد مين؟ الواشون والسعون بين مين؟ اللي وقعوا بينهم ولكن هنا فيها لاها دلالة فيها إثارة هنا المجاز يا جماعة فيه بعمل أعمالية إثارة للزهن ويقولنا إيجاز والدقة اللي هنخذ بعد كده سر الجمال لكن من هداف المجاز اللي هو يعمل إيه؟ إثارة للزهن يعني أعمال للعقل خلي موخك كده إيه؟ يبدأ يشتغل ويفهم فكلمة فإن يكون حالة الناس حالة الناس كلها تقدر إن هي تمنع العلاقة بينك ومن المحبوط لا بالخطأ ولكن وأطلق كل الناس وأرد ألواشونا ووسعونا بالنميمة هتقول لي ده علاقة إيه؟ بالكلمة التي أطلقت هتقول لي ده علاقة كلية يبقى أنا بعمل الجدول بتاعي وببدأ أحدد بين إلي يبقى ده بالنسبة الكلية والجزئية سهلة جدا أطلق كذا وإيه أرد كذا وأبدأ أنظر إلى ده جزء شيء بسيط من حاجة كبيرة أبدأ أقول ده العلاقة إيه؟ الجزئية أو الكلية طيب السببية والمسببين يعني إيه كلمة سببية؟ يعني تعليل ده السبب وده المسبب ده النتيجة الحاجة لو عملت كده هيحصل كذا ببساطة جدر جدا لو أنا عملت كده هيحصل كذا فأنا بقى أطلق السبب وبعدك أنا مسبب لازم نفهم يعني ده العلاقة وده النتيجة يعني الحاجة اللي حدثت وده الحاجة لإيه؟ اللي بعدها بتحصل أول وقعة بعدها طيب وجزاء قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها هو الوحب اللي لو حصلت سيئة هيحصل سيئة هو يقصد كلمة سيئة يعني ذم هيقولك ذكر كلمة سيئة ولكن قال إيه؟ لو أنت عملت خطأ ستجد العقاب ببساطة هي أفهم معنى الكلمة إذا عملت خطأ سيئة ذم هتجد العقاب الذنب هتجد العقوبة بتاعتك طيب لو أنا عملت سيئة ركز معاي هجد هيحصل بعد كده هيحصل هو هيحصل عقوبة طيب يبقى هو أذكر كلمة سيئة وأراد النتيجة يعني أحط هنا هو كلمة النتيجة النتيجة علشان نفهمها كويس جوي هو عايز النتيجة النتيجة اللي هتحصل فده علاقة بما قبلها إيبا يا شباب هتقول لي العلاقة هنا السببية وذكر السبب وأراد النتيجة يبقى علاقة لإيه؟ السببية طيب ابن نبات المصري بيقول هذا كلامي وهذا حظي فيا عجبا مني لثروة لفظ وافتقار يد افتقار يد افتقار يد يعني الإيد على قد الحال يقول لك على قد حال إيدي يعني حتى المثل اللي احنا بنقوله عندنا على قد القدر أنت بتقدر تمن به يقول لك على قد إيدي صح كده؟ طيب هو ذكر كلمة يد هو يقصد اليد اليد هنا ولا يقصد حاجة تانية هتقول لي هو يقصد وأطلق كلمة اليد على قد إيدي لأن الإيد هي اللي بتعمل فيها عمل وجد واكتهاد وإنك بتسعى في طلب الرزق فإيه اللي بيحصل لك بعد كده؟ بيحصل لك الكسب وجمع المال يعني الإيد سبب في الكسب طيب نقدر نقول لأ علاقة جزئية أو كلية يعني الإيد جزء من الكسب لا ده هي اللي بتعمل لأن أجزاء الشيء متصم ببعضه عشان نقدر نفهم يعني إيه جزئية أو كلية ويعني إيه سببية ومسببية الجزء حاجة مرتبطة ببعض الاتنين مرتبطين ببعض قلب واحد وحاجة أنا خدت منها جزء لكن ده اللي بتحصل لك بعد كده يقول لك اليد أطلق اليد جميل وهي وأرد الكسب لأن الإيد هي اللي بتخلي الإنسان يحقق الكسب خلاص؟ فعلى طول الكسب وجمع المجال هتقول لي دي السببية لأن دي النتيجة اللي حصلت لأن اليد سبب في حدوث الكسب الإيد هي السبب اللي بتخليني أكسب الإيه المال ولاحظ أن أنا حطط لك تحتها خط بسهلها لك وبسط لك شوي جدا جدا درسي محتاج إعمال للعقل إعمال للذ طبعا عندي كلمة مانعة اللي هي تقدر ما تقدرش ترجع للمعنى الحقيقي بتاعها طيب ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين أطلق كلمة الجهل وأراد العقاب أو الذنب درس داخل لا فدي علاقة لإيه وينزل لكم من السماء إيه رزقا طب ينزل لكم من السماء إيه الرزق الرزق هو بينزل من السماء رزق يعني السماء أنا عارف أنه بتنزل مطر سهلة جدا وبسيط طيب المطر ده بينزل بيعمل خصوبة للأرض الأرض بتطلع النبات النبات ده بيتباع إما أن أنا أستخدومه في عملية الطعام أو بكسم منه خلاله فلوس فقال ذكر الرزق وأراد المطر فده علاقة إيه المسببية لأن المطر سبب في الرزق والرزق هنا النتيجة اللي حصل يعني المطر هو السبب في حدوث الرزق يعني بينزل من السماء مطر معروف اللي بينزل من السماء مطر طيب المطر ده بيتحول إيه بيتحول إلى رزق يعني ده النتيجة يبقى ذكر النتيجة وأراد السبب يبقى العلاقنا إيه؟ المسببين طيب يلا مع بعض فجنى أهلها من الماء مالا حصدوا فلوس نفس الفكرة اللي فاتت هو الإنسان بيحصد المال ولا من الرأي أو الزراعة ولا الإنسان بيحصد المحصول أو النبات هتقولي لا ما هنبات ده بيتحول إيه؟ بيتحول إلى يعني بص ركز معي إحنا نقول أطلق الماء ذكر الماء ببساطة اشترك ونقول هذا الماء يتحول إلى أطلق ذكر المال وهذا المال يتحول لكذا وبعد كده ذكر عندي المال وده كان أصلا زرا اللي هو الزرا السبب فكلمة العلاق هنا نتكلمها ببساطة جدا لو ذكر النتيجة يا شباب ذكر النتيجة وأراد السبب يبقى ده علاقة إيه؟ هتقولي علاقة المسببية لو ذكر الشيء وبيتحول لحاجة هتقولي علاقة إيه؟ السببية يبقى هو قال المال وبعد كده أراد الزرع يبقى ده المسببية يبقى كده يا شباب إحنا عرفنا النهاردة أهم العلاقات اللي موجودة في المجاز المرسل جزء من كل يبقى شيء كامل واخدت منه جزء يبقى ده اسمه علاقة جزئية وكل ايه؟ طيب لو وجدت الشيء وتحول إلى حاجة يعني الحاجة دي بتتحول أو معناه كذا أو النتيجة بتاعتها كذا يبقى علاقة سببية طيب هو أصلا ده متحول عن حاجة يعني جاي من حاجة اللي بعد كده بتحصل هتقولي علاقة مسببية يبقى عنده أربع علاقات تاني علاقة جزئية كلية سببية مسببية على طول هنطير على اللايتبورد ونرجع تاني مع بعض نسمع النصيحة وملخص سرع الأهم ما جاء في هذا الدرس ملخص سرع يا شباب لما جاء اليوم اتكلمنا عن المجاز المرسل وقلنا كلمة استعملت في غير موضعها الذي وضعت له يعني بقول كلمة وأقصد كلمة أخرى أو معنى آخر قلنا المجاز المرسل لعلاقات أول حاجة علاقة الجزئية أنا عايزك تعمل السهم ده معايا كده على طول وانت بتشرح الشهد هتقول أطلق كذا أو قال كذا أو ذكر كذا وآراد كذا في النص هنا نقول هنا العلاقة وآراد معنى كذا لما أقول أول حاجة ألقى المدير كلمة الصراح الطالب على طول يقول لي كلمة كلمة هو يقصد الخطاب يعني هو ذكر كلمة ذكر يا شباب ذكر كلمة وأراد الخطاب طيب الكلمة لو أنا عندي خطابة هوت وفي عندي كلمة جزء من هذا الخطاب هتقوم أنت إلي العلاقة هنا علاقة جزئية سهلة جداً و بسيطة طيب العلاقة الثانية قلنا علاقة الكلية بعكس الجزئية هتقل لي الكلية هتقل لي برضو نفس الجدول اللي احنا عملنا مع بعض هنديك مثال بسيط جداً شاربته ماء النيل طبعاً مستحيل حداً يقدر يشرب ماء النيل فأنت هتقل لي هنا في قرينة مانعة للمعنى الحقيقي فأنت هتقل لي على طول هتقل لي الكلمة ذكر كلمة إبقى يا شباب ذكر الماء كله ولكن يؤراد الكوب يعني أو شربة ماء فطبعاً هنا العلاقة بالنسبة الماء أنا بكلم عن كلمة ذكر هتقل لي علاقة هنا علاقة إيه كلية طيب درسنا أيضاً العلاقة السببية والمسببية طيب يعني العلاقة السببية بقى يا شباب هتقل لي العلاقة السببية الحاجة والحاجة بعد كده بتتحول لحاجة تانية أو الرعة الماشية الغيث طيب هنا نقول رعة الماشية الغيث طيب إن الشاب الطالب عنده يقول لي الغيث هنا هتقل لي هو المطر هل هنا الماشية بترعى المطر يعني بتأكل المطر هتقول لي ده المطر ده بيتحول هتقول لي هو أطلق كلمة الغيث الغيث يا شباب بمعنى المطر هتقول لي ده هو ذكر المطر ولكن هذا المطر يتحول إلى نبات يعني هو يقصد النبات اللي بتأكله المشي طيب يبقى هي الكذا وبعد كده يتحول إلى كذا هتقول لي ده علاقة إيه؟ سببية طيب في عندي علاقة رابعة اسمها علاقة المسببية وقلنا العلاقة المسببية هي عكس السببية وينزل لكم من السماء وينزل لكم من السماء رزقا ينزل لكم من السماء رزقا على طول الطالب هيقول لي ده المطر هو اللي بينزل منين من السماء يبقى هنا علاقة إيه؟ المسببية يعني النتيجة دي أهم العلاقات اللي احنا درسناها نهاردة في حلقة اليوم طبعا يا شباب بعد ما سمعنا ملخص الدرس عايزك تعرف عزيزي الطالب أن المجاز المرسل سر جماله الإجاز والدقة في اختيار العلاقة يبقى بعد ما بعرف بعد ما بحدد المجاز المرسل وبحدد العلاقة بتاعته بقول سر جماله الإجاز والدقة في اختيار العلاقة إلى هنا عزيزي الطالب عزيزي الطالبة نقول قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة دمتم في رعاية الله وأمنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبركاته